كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وجاء في هذه التهنئة ما يلي يسعدني وهيئة الشرطة أن نتقدم لسياداتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجيا المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة في الفترة الرئاسية القادمة بمزيد من التوفيق والسداد وأكد وزير الداخلية في برقيته أن الشعب المصري احتمى بحكمة الرئيس السيسي حينما واجهت تحديات الجسام بكل عزم وإصرار وأرسل مشروعات بتفان واختدار فعمرت مصر بالإنجازات واليوم تأتي قيادتكم لمسيرة الوطن في منعطف دقيق من تاريخ الإنسانية لتكون دوما مبعثا للأمل في مستقبل أفضل للبلاد وليؤكد هذا الشعب العظيم عزمه أن تكون المرحلة القادمة فترة بناء شامخ وحصاد وافر فلسيادتكم منا في جهاز الشرطة كل مشاعر الوفاء والعرفان والعهد الصادق بالزود عن أمن الوطن ورفعته مهما تعظمت التضحيات سيادة الرئيس ستظل مواقفكم الرصينة وإنجازاتكم الواضحة رمزا منيرا في حاضر ومستقبل هذه الأمة وركيزة جوهرية لتتبوأ مصر مكانتها المرموقة حفظكم الله قائدا راعيا للسلام والنماء ترجمة نانسي قنقر